في جانبنا آخر واستمرارا لما كنا قد طرحناه يوم أمس حول قرار الرفض الاستيناف المقدم من فريقي الوحدة والتعاون متابعة لهذا الأمر كان النادي الوحدة قد أصدر اليوم بيانا أوضح فيه أنه عقد بمظهر اليوم الخميس اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ جمال تونسي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمناقشة القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنتي الانضباط والاستيناف وصدر عن الاجتماع بيان جاء فيه ينفي مجلس إدارة نادي الوحدة نفيا قاطعا ما تناولته وسائل الإعلام حول استقالة الإدارة ويؤكد استمراره في أداء أعماله المناطة بها أو استمرار المجلس في أداء أعماله المناطة به والتي يؤتمن على أدائها من قبل أعضاء الجميع العمومية وأعضاء الشرف خلال الانتخابات التي جرت منتصف الموسم الحالي كما استعرض مجلس الإدارة جميع تفاصيل القضية قضية الوحدة والتعاون وناقش مجموعة الحلول المطروحة وفق الأنظمة ومتنص عليه اللوائح آملا في إحقاق الحق ورفع الظلم الذي وقع على النادي وفقا للبيان ويتقدم المجلس بالشكر لجميع أداء مجلس الشرف على وقفتهم ومساندتهم ودعمهم لموقف مجلس الإدارة حيال تصدي لهذه القضية ويؤكد مجلس إدارة نادي الوحدة للجماهير الوحدوية الوفية والعاشقة لناديها أنه سيسلك كل الطرق النظامية وفق اللوائح والأنظمة ولن يغمض له جفن وسيبدل قصار جهده لإظهار الحقائق التي تنصف هذا النادي العريق ويعود الحق لأصحابه وسيظل النادي المكي وفقا للقرار مصدر فخر واعتزاز لأبناء مكة المخلصين وجمهوره الوفي ولكم يا جماهير النادي المخلصين أن ترفعوا رؤوسكم وتفخروا بناديكم فنحن كنا وما زلنا نعمل بكل صدق وامانة وإخلاص وبما يمليه علينا دينا الحنيف ولن نحيد عن ذلك هنتهى البيان الوحداوي